سهلا في أي بلاد في العالم فما سياسة اقتصادية تقررها الدولة وتحط الإجراءات اللازمة باش يتم تطبيق السياسة هذيك على أرض الواقع بالنسبة للمستثمرين والمتدخلين في المجال الاقتصادي في البلاد فما حاجة غاية في الأهمية هي مدى مقرؤية السياسة الاقتصادية وحتى التجارية متاع البلاد باش نعرفوا بالضبط الدولة شنو تحب تعمل وشنو تتوجه متاحها في شتى الميادي هذا بطبيعة يطبق أيضا على الميزانية العمومية وعلى توجهات الدولة في تعبئة مواردها وفي حل مشاكل الاختلالات متاع حساباتها وهنا لحقيقة فما جملة من التساؤلات اللي نحب نحكي عليها هلا يمات موجود في تونس فريد بالحاش احدى الكفاءات العليا من تونس ونائب رئيس البنك الدولي احدى اكبر المؤسسات المالية في العالم بطبيعة تم استقباله بحفاوة كبيرة على المستوى الرسمي وقابل محافظة البنك المركزي جديد ورئيس الحكومة وعدد كبير من الوزراء وتم التأكيد على انه مؤسسة البنك الدولي باش تواصل دعمها للبلاد التونسية في شتى مجالات الددخل هذا الكله ممتاز جدا ولكن فماش كوني نجم يفسر لي اعلاج تونس في نفس الوقت متعاركة مع صندوق النقد الدولي الصندوق يعمل في الاملاءات ويحب يمس السلم الاجتماعي اما البنك الدولي حريص على التقدم وعلى الرخاء وعلى نفس ذلك السلم الاجتماعي ما هو لازم نعرفه اللي صندوق النقد والبنك الدولي رهم مؤسسات مالية توأم في واشنطور نرى وبيناتهم نهج وحتى على مستوى الاقتصاد العالمي نحكيه على مؤسسات بريتو نودس هذا الكل باش نقول اللي ما ينجموش يكونوا عندهم سياسات مختلفة بصفة جذرية في ادارة الاقتصاد العالمي او ازاء بلاد معينة كيفاش انتي كتونس تلقى روحك في صحفة العسلة مع البنك الدولي وفي نفس الوقت ترفض قبول وفد من صندوق النقد الدولي وطلقى روحك في القائمة السلبية كيفاش عامل التونس باش تستنبط هالسياسة الاقتصادية اللي حتى حد ما هو فهمها ولا عارف عليها وين متلفته جملة هذا الكل مع التذكير بطبيعة الحال اللي عاننا 10.000 مليار في قانون الميزانية 2024 معاننا حتى فكرة منين بش نجيبوهم تو تنجم تتقوى على بدنك وتقول لي انتي باش تعمل على روحك والخارج لكل ولا وحد ما يعمل علي مزي على خاطرني عندي سيادة مش نرمال كيما تنجم زادة تكون منفتح على كل حلول مطروحة قدامك حتى اللي جاي من برع خاطرك في وضع ازمة اقتصادية عميقة ولكن مهما يكون الخيار متاعك كدولة من المفروض يكون فما حد ادنى من التناسق في تطبيق السياسة اللي اخترت للأسف هذا ما ناش قاعدين نشوفه فيه وزيدي اكدلنا اللي السياسة الاقتصادية نطع دولتنا محكومة بالارتجال وبنعدام الرؤية ونفس الحكومة التونسية مروان مرفوقة بمحافظ البنك المركزي البعثات الرسمية التونسية كتمشي لاجتماعات الخريف والربيع تمشي لاجتماعات الخريف والربيع متاع البنك الدولي وصندوق النقد مع بعض بالضبط لانه في الاخير هما مؤسسات لتوجه واحد لمبدأ واحد كما كنت تفسر لي هو بريتون وودز مؤسسات بريتون وودز في الاخير سيفريد بالحاجم تاعنا نجم يكون وهذه هي سياسة الدولة ما هنا هو سيفريد بالحاجم تاعنا نجم يكون تاعنا صحيح عما راو يزمنا نفهم اللي البنك الدولي ما هوش بتاع سيفريد بالحاجم موش هو اللي قرر مدير مروا برا مدير اي را نحكيه على البنك الدولي را را مناش نحكيه على العطرية متاع الحومة راو نحكيه على البنك الدولي راو راو فريت بالحاجم النجم يتدبر لك ستاج برا ماذا في البنك الدولي را لانو دي مؤسسات كبيرة وعندها طرق عمل وعندها بل بالعكس هما المديرين متاعها هما اللي تحت الاضواء اكثر من الناس اخرين باش ما يعملش هاكا ولا هاكا ليه ليه واليد من من نصورش كمام انو انو سياسة متاع بلاد واقتصاد متاع بلاد محكوم بـ بحواجز كما هكيا معنا بتاع فولين متاعنا وفولين صيف في تونس ليه كمان ما خلطناش ما استعملناهمش في السابق مروي استعملناهم بتبيعها استعملناهم هما ليه نرفض اني انا في الانكار نرفض اني نصدق حاجه هكيا با انتي 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 ارفض كما تحب واعمل الحواجز النفسية متاعك كما تحب اما يبقى فريد بالحاجم متاعنا معنات كن اخذوا فلوس من البنك معناتها انا كن اخذوا فلوس من البنك الدولي اه عبارة اخذيناه من عند اه ولد عمنا معنا ايه متاعنا متاعنا اخونا صرف لنا في قرض صلي عني بي معنات كان واحد عنده عنده معارفة في اجانس هنا انا اخو عليك انت ريس صلي عني بي تقريب احطر مؤسرك تقريب نخرج وفاصل قبل ما تخرج الامور اكثر على السيطرة ورجعين